في مدينة صراقب بريف إدلب فبعد الغارات المكثفة التي قام بها إذن كما نلاحظ قبل الثواني قليلة فقط سخط هذا الكل يبحث عن أطفاله وأب يحتلق طفلاته وبعد أكثر يلا هذه هذه فرحت كثير ومبسطت كثير بجائزة مراسلهم بلا حدود بس طبعا هاي الجائزة ما بس لهادي هاي الجائزة لخالد لطراد لوسيم لشامل لباس لشحادي ولكثير من الإعلاميين اللي استشهدوا وتركوننا أمانة لازم نحملها اشتركوا في القناة